دكتور الحقيقة الانتخابات الأمريكية هي انتخابات تاريخية مش بس لتقارب نسب التصويت بين دونالد ترامب وكمالا هارس حتى يمكن اي ان كان مين هيفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية هي ايضا انتخابات تاريخية هم نتكلم على مرشح دونالد ترامب الحزب الجمهوري هو رئيس تمت ادانته بعدد من القضايا وعلى الجانب الاخر كامالا هارس ورشحة الحزب الديمقراطي هي اول امرأة صاحبة بشرة سوداء ومن اصل جنوب اسياوية وما اي لذلك فيها بالفعل انتخابات تاريخية وعلى جانب الاخر انتخابات تاريخية لانه ايضا في تخوفات ادى ما فازت كامالا هارس انه يحصل كمان احداث شغب زي ما حصل وقت اقتحام الكابيتل في 2021 على ما اتذكر ففي كمان مؤشر لانقسام المجتمع الامريكي لانه نسب التصويت كمان متقربة جدا صحيح خلينا نسأل حضريك عن رؤيتك للشارع الامريكي رأي العام الامريكي هذا الانقسام ينبق بايه يا فندي يعني خلينا نقول ان الانتخابات الرئاسية الامريكية الحالية لها خصائص ولا يسمات يمكن ما كانش مقلوف قبل كده يعني وحتى سمات غريب نشوف يا حضريك الرئيس الامريكي اللي قضى فترة رئاسية اولى وله الحق وفق الدستور الامريكي انه يترشح لفترة رئاسية تانية انساحب من الترشح فديسم ديسم ما قريب الانقسام في المجتمع الامريكي وده يعني نقدر نستدل عليه بالتقارب الشديد في قياسات الرئيس العام صحيح تلاقي هاتك 2% 1% اشياء من هذا 30% بالضبط حتى لو خدنا ان امكانية حدوث خطأ طفيف من ناحية الاحصائية انما يبقى ان الامور بتقارب على الغاية فدي سمة ايضا من سمات الانتخابات الامريكية في هذه المرة سمة اخرى وهي ان سيدة مرشحة للرئاسة الامريكية وهي ليست من اصول بيضاء يعني كان فيه سيدة ترشحة قبل كده طبعا زي ما احنا عارفين السيدة هيلاري كلينتون اترشحة انما كانت بيضاء كان فيه باراك اوباما كان من اصول غير بيضاء واصبح رئيسا الوقت المتحدة الامريكية انما المرة دي فيه العاملين مع انها من اصول غير بيضاء ثم انها سيدة وبالتالي دي يعني لو نجحت السيدة هاريس فدي تبقى اول مرة في تاريخ الوقت المتحدة في الانتخابات الرئاسية ان تفوز سيدة اولا دي سيدة تفوز وانها سيدة من اصول غير بيضاء فده ايضا امر وارد حضرتك بتسأل حضرتك بتسأله عن الانقسام في المجتمع الامريكي اه الانقسام ده احنا بناخد مؤشر له التقارب الشديد في نسبة التصويت طب اللي بيرتبط بكده هل فيه احتمال يحدث عنف زي ما حصل في المرة السابقة في عشرين وعشرين من جانب المرشعةough أسف تلك الفاترة سيد ترامب انا في تأديري ان العنف قد يكون غير يعني وارد بنسبة كبيرة في هذه المرة ليه لان وارد في الحالتين يفنم ولا وارد اذا ما فازت كامالا هارس يعني انا في رأي ان العنف غير وارد يعني او غير وارد بنسبة كبيرة احتمالاته مش كبيرة ليه احتمالاته مش كبيرة لان كان فيه درس المرة اللي فاتت وبالتالي يبقى فيه استعداد أمني لأن اللي بيميز دول الديمقراطيات الغربية أو الديمقراطيات الليبرالية ومنها الولايات المتحدة أننا إذا اختلفنا نحتكم إلى الصندوق يعني طريقة سلمية لحل الصراعات بيننا والاختلافات طب ممكن يحصل سيناريو التعثر القانوني ما شفنا ترامب قبل كده أعلن أنه هو الأحق بالفوز وأنه كان فيه مشكلة في الانتخابات فبالتالي الإجراءات القانونية دي ممكن تؤخر من النتيجة أو تعلن فوز طرف عن طرف آخر يعني أنا بقول أن احتمال اللجوء إلى العنف قد يكون احتمال ضعيف شوية إنما احتمال لأن النواحة القانونية وارد يطول أمد عن النتيجة؟ يعني هو يفترض أن النتيجة بتعلن مباشرة يعني ما بين إغلاق السنة دي الانتخابات وليجانة الانتخابات وكده هو أعلان النتيجة يفترض حاجة بتاعت 12 ساعة ولا يوم ولا شيء من هذا القبيل دي الحالة المألوفة يعني قد تمتد اليومين إنما لو في حالة إجراءات قانونية ربما تطول العملية أكثر إنما في جميع الأحوال إحنا لازم يكون عندنا في شهر يناير رئيس أمريكي صحيح جديد يعني بيقوم برئاسة المتحدة لمدة أربع سنوات فإعني أنا في تأديري إن اللجوء إلى العنف في هذه المرة قد يكون احتمال وضعيف وإن كان من الممكن اللجوء إلى الإجراءات القانونية وحتى اللجوء إلى الإجراءات القانونية يعني لابد أن يكون هناك أسباب وجيه يعني مش أقول أنا مش عاجباني نتيجة الولايات يعني إنما لازم يكون فيه كله لا طبعا بالله نظامها وإسلوبها في الانتخابات ولجل إلى هذه التصريحات أيضا في الانتخابات السابقة صحيح فلازم يكون فيه ما يستدعي ذلك فإذا حداك بتسأل هل يمكن لجوء إلى ناحية قانونة ممكن بس مش هتطول قوي